نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية وشدد المركز على توفر السلع الغذائية الأساسية بشكل طبعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي مع انتظام صرف المقررات التموينية وكذلك توفر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة وأضاف المركز الإعلامي أنه جاري تنفيذ مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية وفق أحدث التقنيات لإدارة عمليات تخزين السلع الأساسية بما يعزز من زيادة مخزونها الاستراتيجي لمدة تصل إلى نحو تسعة أشهر مع شن حملات تفتيشية على كافة الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية